أنا آسف أن أنا بدأت كلامي بهذا الأمر ولكن هي دي الأمور الإيجابية أو الترند الإيجابي اللي إحنا دايماً بنحاول نوريه لحضراتكم لكن تعالوا بقى نروح لمباراة النادي الأهلي ومباراة النادي اسموحة مباراة النادي اسموحة واحدة من أسوأ المباريات اللي لعبها النادي الأهلي خلينا متفقين ده مش كلامي ده كلام مارسيل كولر قال لك أنا في حياتي ما شفتش مباراة زي دي من الناحيتين من ناحية نادي اسموحة وكلنا عارفين يعني كلنا عارفين طريقة لعب الكابتن طارق العشري طريقة لعب الكابتن طارق العشري وهو على فكرة مارسيل كولر بيدرس المباراة بشكل جيد جداً أنا يعني فجأت الحقيقة بهذا التصريح لأنه التصريح ده لازم يكون هو عارفه كويس جداً احنا كل الفرق بتلعبنا بهذا الشكل كل الفرق بتلعبنا ب11 واحد واقف وراء وخلاص وتلعب على هجمة المرتدة احنا دايماً بنقول هذا الكلام ولقدر الله لو اتغلبنا كان ممكن جداً لقدر الله نتغلب في هذه المباراة ليه؟ لأنه هي دي طريقة لعب كل معظم الفرق اللي بتلعب النادي الأهلي بتلعب بهذا الشكل لكن هو يمكن كان هنا يقصد يتكلم عن تضيع الوقت أنا شايف الكابت الناصر عباس قبل الستوديو التحليلي أو في نهاية الستوديو التحليلي من شوية كان بيوري حضراتكم 13 دقيقة يعني مش عايزة أتكلم أقول حاجات ما ينفعش تتقال 13 دقيقة ضائعة أنا لا أضع مبرر على فكرة أنا ممكن كنت لعب 13 دقيقة كنت بلاش 13 دقيقة كنت ممكن نلعب شوت تاني كامل أو شوت تالت كامل 45 دقيقة كاملة وما جبتش جوان وما تغلبش وما كسبش ولكن أنا بتكلم عن اديني حقي هي ليه الناس بتتكلم دايماً بهذا الشكل هي ليه الناس تقول لي يا أنت حتوجد مبررات يا عم اطلع طب اللي الفرق اطلع ما طب أولاً أنا قلت لحضراتكم قبل كده أنا دايماً في ظهر هذا الفريق مش أنا قناة الأهل بالكامل دايماً حتفضل في ظهر فريقنا وعمرنا ما حن عندنا أخطاء عندنا أخطاء في فرقة في العالم ما عندهاش أخطاء لا ما فيش فرقة في العالم ما عندهاش أخطاء ايه الأخطاء اللي عندنا الناس دلوقتي طلعت التاريق على تقول لك أسلو إسلام كان بيقول إن احنا عندنا 11 صفقة الله طب ولما كنا بنكسب في الأول ما كانش حد بيتكلم ليه وبعدين لما تيجي تحسب 11 مباراة مثلاً يعني ولا العشر مباراة اللي احنا لأبناهم تسع مباراة اللي احنا لأبناهم لما تكسب سبع مباراة وتتعادل مبارتين هو إيه الوحش في كده أنا عارف إن الجمهور النادي الأهل يزعلن من حاجة أخر وهي إن مستوى الأداء لا يطمئن من بعد العودة من التوقف عندنا مشكلة مستوى الأداء ما بيطمنش الجمهور وهي دي المشكلة الحقيقية مش مشكلة المكسب والخسارة الناس عايزة تشوف روح الفينيلا الحامرة ودي رسالة أنا وجهتها لكل لعبت النادي الأهلي النهاردة وأنا بتكلم معاهم كلهم قالوا لي كلمتين قالوا لي يا كابتن إسلام إحنا عارفين إن إحنا مقصرين بس مش بقدينا الفترة اللي جاية إن شاء الله نبقى مركزين مركزين أكتر خلال الفترة اللي جاية هم الناس بش يعني لما تيجي تتكلم مع أي حد من اللعيبة تقول له طب أنتوا مالكو جماعة فيكو إيه بالتمرين والحمد لله الأمور جاية ده اللي أنا فهمه يعني اللي يقى بدنية الحمد لله وقفين إيه الموضوع مالكو فيكو إيه إيه اللي بيحصل علشان بتلعب تسعين دقيقة وللخمسة وتسعين دقيقة تقريبا طوال المباراة ما بتروحش للجون غير مرتين النهاردة النهاردة تحديدا المباراة السابقة كنا بنروح أكتر وبنضيع إحنا عارفين المشكلة أيوة كلنا كجمهور النادي الأهلي عارفين المشكلة ومشورين عليه يجب أن يحدث تغيير من اللاعبين نفسهم عندنا مشكلة ودائما ده اللي أنا كنت بقوله إن إحنا مشكلتنا في حاجة واحدة إن إحنا كل يا إما بنروح للجون كتير وبنضيع يا إما في المباراة زي المباراة سموحها النهاردة ما روحتش للجون كتير فعندك مشكلة هجومية يجب أن يتم علاجها الرجل رد الحقيقة وهو رد بالنسبة لي رد مقنع إنه يا جماعة ما هو أنا بلعب النهاردة بريح بكرة اللعيبة اللي لعبت بعد بكرة تمرينة خفيفة بعد بعد وأنا عندي يوم لأربع مباراة يعني النهاردة حضراتكم الحد اللي اتنين والتلات ويوم لأربع مباراة أنا مش مختلف مع أي حد ولكن اللي عايز أقوله إن الدوري السنة دي في غاية الصعوبة دوري صعب جدا الجميع بيقف أمام النادي الأهلي ويحسسوني إنهم أحسن حقهم أحسن فرق في العالم مفيش فريق حيقدر يفوز كل المباراة جولة تلاقي الدخلية بيفوز على بيرميدز جولة تانية أسوان بيفوز على سموحة الزمالك بيتعادل مع أمبي النهاردة المقاولين العرب أنا آسف الزمالك بيتعادل مع المقاولين العرب عشان كده بقول لحضراتكم إيه إنه بلاش الإفراط في الحزن وبلاش الإفراط في عدم الثقة في اللاعبين وجهنا النهاردة ظروف صعبة شوية بسبب الغيابات بنتكلم عن أكرم بنتكلم عن طاهر بنتكلم عن عمار بنتكلم عن بيرسي تاو بنتكلم عن ظروف عكسية بتظهر أمام الفريق أنا لا ألتمس أعذار ولكن أنا بقول لحضراتكم الوضع قائم الوضع القائم إزاي؟ وبأكد لحضراتكم أن الدور السنة دي لن يحسم إلا في جوالاته الأخيرة